مجالس الطيبين الحمد لله الذي خلق الخلق فقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أرسل أرض بالجبال في نواحيها وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها ثم قضى بالفناء على جميع ساكنيها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أحمده تعالى وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأشهد بأنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نععموا فبفضله وهو الكريم الواسع وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فدعانا إلى الله وبيّن لنا معالم الإسلام وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكب صراطه إلا ضال فاللهم احشرنا في زمرته وجعلنا من خير أهل ملته واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتقواه حق التقوى بأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب مما جنيت وأنت حي وكن متهيئا قبل الرقاد ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى أحبة الخير يقول الرب العظيم جل جلاله وتقدست أسماءه وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهُ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ تحذير من الله من صنف من البشر من المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون والذين يفعلون خلاف ما يقولون هذا الصنف يعجبك قوله والخطاب لرسولنا عليه الصلاة والسلام فإذا كان قول هذا المنافق يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من الله فكيف بمن دونه من المسلمين يعجبك قوله كما قال تعالى وَإِن يَقُولُ تَسْمَعَ لِقَوْلِهِ لكنه قول بلا حقيقة يعجبك قوله في الحياة الدنيا أنه سيفعل ويفعل ويصلح وأنه ليس ضد الدين وإنما جاء من أجل تعزيز الإسلام وعز الإسلام والمسلمين وكرامة أهل البلد وغير ذلك من هذه الأقاويل وهذه الدعاوى العريضة يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام كما قال عليه الصلاة والسلام إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ما أن تقع خصومة بينه وبين الناس إلا وفجر في تلك الخصومة وظهر كذبه وظهر خداعه وظهر ظلمه وطغياله وعدواله يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه لا يغر أنك حلفه ولا أيمانه المغلضة التي يطلقها ويقول ها هنا في أي مكان وفي كل إعلام ما جئنا من أجل ما جئنا من أجل محاربة الدين ما جئنا من أجل أن نكون ضد الدين هكذا هكذا يقول هؤلاء ثم يحلفون على ذلك ولكنه حلف الكذب يحلفون ويظنون أنهم بحلفهم هذا يخادعون الله وإن خدعوا البشر هذا الحلف لا يغني عنهم شيئا عند الله تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ثم هذا ما إن يتولى منصبا أو يصل إلى شيء من سلطة إلا ويوظف سلطته من أجل نشر الفساد فسادا في العقائد فسادا في الأخلاق فسادا في معايش الناس فسادا في كل ما يأتي عليه وإذا تولى في الأرض سعى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله إذا توجه إليه الناصحون وتكلم معهم المشفقون وذكروهم بالله ووعظوهم ونبهوهم أخذته العزة بالإثم بدلا من أن يرعوي وأن ينزجر وأن يصغي إلى وعظ الواعظين وإلى تذكير المشفقين بدلا من ذلك يتعالى عليهم ويشتمهم ويظن نفسه ويعلن أنه أفضل منهم في الفهم وأن ما يقرره هو الصواب ما أريكم إلا ما أرى منطق الفراعنة ما أريكم إلا ما أرى هكذا يصادر آراء الناس ويصادر فهم الناس وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد فهذا الصنف لا يكفيه لا يكفيه لردعه إلا أن يكون يوم القيامة في سواء الجحيم ولبئس المهاد ولبئس الفراش ذلك الفراش الذي يكون مهدا له يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية أحبة الخير إن هذا البيان القرآني إن هذا البيان القرآني من أجل أن ننتبه إلى الخدع التي يخدع بها الناس اليوم أم دينية أم عسكرية كل الناس سيقولون مدنية ونريد حكما ليس فيه قهر العسكر ولا قهر المتسلطين علينا نريد أن يكون القرار عندنا وهذا الذي يفهمه الناس عندما يتحدثون عن المدنية ولكن أي مدنية أي مدنية هذه التي نطالب بها وندعو إليها أهي المدنية التي تحقق الكرامة وتعزز الهوية وتجعلنا نعيش عيشة الكرامة أحراراً على أرضنا وفي بلدنا أم هي المدنية الزائفة التي يتشدق بها الذين يرتمون في أحضان قذارات الغرب أو الشرق إن المدنية التي نعرفها نحن المسلمين منذ أن جاءت دولة المدينة الأولى فأول ما سمى النبي عليه الصلاة والسلام يثرب حاضرة الإسلام سماها بالمدينة تلك المدنية التي أعزت الإنسانية تلك المدنية التي كان شعارها لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى تلك المدنية التي لما أبو ذر للغفار العربي لمز بلالاً بأنه ابن السوداء قال له النبي عليه الصلاة والسلام زاجراً وناهياً إنك امرء فيك جاهلية أعيرته بأمه فيذهب أبو ذر مشفقاً من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك من غضب الله فيضع خده على التراب عند بلال ويقول لبلال يأمره أن يطع بقدمه على وجهه حتى يكون ذلك عقاباً له لكلمة صدرت منه لكلمة صدرت منه تلك المدنية التي تعجب لها أهل نجران الذين جاءوا للمناظرة النبي عليه الصلاة والسلام فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم على دابته على حماية على دابته على دابته وقد أردف وراءه أسامة بن زيد وكان أسود اللون شديد السوال وكان مولاً له فتحجب وفد نجران لأن تعجبوا من أمرين الأمر الأول أن السيدة في العام أن السيدة لا يردف أحداً وراءه فكيف يردف مولاه كيف يردف مولاه لقد كان خرقاً لكل المبادئ الجاهلية التي تفرق بين الإنسانية على أساس اللون أو العنصرية أو الجهوية تلك المدنية الحضارية التي أسسها الإسلام والتي كان على أساسها عدل الإسلام وسار عليها الخلفاء الراشدون المهديون الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام تلك هي المدنية التي نشرف بها ونعتز بها إنها المدنية التي تقيم العدالة بين الناس التي تجعل الناس السواسية إنها المدنية التي جعل مدنية الحقيقية التي جعلت مثل علي رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة يتجرد من حصانة الإمام ومن حصانة الرئيس والخليفة ليجلس في خصومة أمام قاضيه ومن خصمه؟ خصمه رجل من أهل الذن يهودي يتخاصمان على درع لعليه رضي الله عنه فيحكم القاضي في النهاية لذلك اليهودي فلا يملك اليهودي إلا أن يعلن إسلامه لأنه وجد نفسه أمام عدالة لا توصف أمير المؤمنين يقاضين إلى إلى قاضيه ثم يحكم قاضيه القاضي عليه هذا لا يكون إلا في عدالة الإسلام هذه المدنية التي ينبغي أن ننشدها وأن نعززها نحن أحق بها من غيرنا ممن صنعوها شائهة مشوهة في ديارهم ممن لا يعرفون حقيقتها إن المدنية التي ننادي بها والتي ينبغي أن نفهمها هي غير المدنية التي يريد أن يخدع بها أولئك اليوم أهل السودان عندما يخرجون من أجل المطالبة بمدنية حقيقية لا يريدون مدنية الخداع هذه المدنية التي أصحاء التي ينادي بها يتشدق بها بعضهم وجلسوا على منصة الاعتصام الأولى أمام القيادة وهم يحلفون للناس بأنهم ما جاءوا ضد الدين وأنهم لا يريدون فرض العلمانية وأنهم يريدون الحرية للجميع فما إن تمكنوا شيئا من السلطة حتى جردوا الوثيقة من ذكر الشريعة الإسلامية من ذكر الدين الهوية الجامعة لأهل السودان ما الذي يمكن لأهل السودان أن يجمعهم غير الدين ما الذي يمكن لأهل السودان أن يجمعهم غير الإسلام غير الخلاوي التي تجمع الناس من أطراف شتى تجد في الخلوة هذا من الشمالية وهذا من الشرك وهذا من الغرب وهذا من الوسط نعم الدين هو الذي جمعنا فالسودان متعدد اللغات متعدد الثقافات متعدد القبائل ولكن هذه القبائل شيء أسمى هو الذي جمعهم الذي جمعهم هو الإسلام ثم يأتي هؤلاء باسم المدنية ليجردوا هوية السودانيين من الإسلام ويقولون يسمونها مدنية هذه المدنية التي جاءت بمثل القراء ليحذف الآيات القرآنية وليعبث بالمناهي السودانية حتى هب الخطباء والعلماء والمساجد بشهادة الجمهورين أنفسهم حتى اضطروا بتنحية هذا الشخص وهذا بشهادتهم هم قالوا بأن الخطباء وبأن العلماء وبأن أهل الدين هم الذين أفشلوا خطة القراء ولكنهم مضوا مع ذلك في تخريب المناهج مضوا في تخريبها كما نرى اليوم هذه هي المدنية هذه هي المدنية التي في سلطة انتقالية تأتي أحزاب محدودة بدلا من أن تحرص على الانتخابات المبكرة تجلس وتساوم العسكر العسكر يلوح بالانتخابات المبكرة وهم يفرقون ويخافون ويقولون لهم لا لا نريد انتخابات مبكرة نريد استمرارية السلطة الامتقالية بل يريدون تنبيدها إلى عشر سنوات هل هناك خداع أكثر من هذا ما هي المدنية التي يريدها للسودان أهي مدنية وجدي والسيليك هو منع أهي مدنية لجنة لجنة تمكينهم أهي هذه اللجنة التي بدلا من أن تأتي لتتبع بؤر الفساد ولكي تأخذ المفسدين إلى القضاء إلى قضاء عادل يمثلون أمام القضاء بالوثائق وبالحقائق من أجل أن يعرف السودانيون من الذي نهبوا ثرواتهم من الذي تعدوا على حقوقهم وعلى المال العام بدلا من ذلك ذهبت هذه اللجنة لتشطب منظمات خيرية كانت تقوم بالأعمال الإنسانية حرمت أهلافا من اليتام ومن الفقراء الذين كانوا يكفلون من قبل هذه المنظمات الخيرية هذه اللجنة التي عمدت إلى كل من يخالفها في الرأي ومن يتهدد يتهددهم في برامجهم ضد الدين عمدوا إلى زجهم في السجون فألقوا بمعارضين في السجون لا لشيء لا لانتمائهم لنظام أو غيره وإنما فقط لأنهم يعارضون هذه الحكومة كما قال لي أحدهم أمس في مساجلة بيني وبينه البارحة من حزب البعث المنتمي إلى أربع طويلة في برنامج على قناة التاسعة عندما تحدثنا عن العدالة وعن شرخها عند هذه اللجنة وعن سجنهم لأناس بعينهم فذكرت مثلا على ذلك فلانا الجزول الجزول وجمع عريس قال لا لحن لا نعطي الدمق الديمقراطية لمن يستحقها طيب هؤلاء ما جرائمهم ما جريمتهم قال جريمتهم أنهم يعارضوننا هكذا هكذا بملء الفم هذه مدنيتهم هذه الحرية التي يدعون إليها ويريدونها يريدون للناس جميعا أن يوافقهم ومن لا يوافقهم مثل ما قال يعني دابليو بوش يعني من ليس معنا فهو ضدنا ليست هذه المدنية التي يريدها السودانيون ولذلك فشل هؤلاء فشل هؤلاء لأنهم جعلوا السودانيين معارضة له وقد رأينا بالأمس كيف أنهم يهاجمون رموز هذه الحكومة لما نزلوا إلى الميدان ويعلنون ويعلنون أمامهم شعارات السخط منهم لأن هؤلاء استعدوا أهل السودان ماذا ينتظر من فئة تستعد أهل السودان في دينها في كرامتها في العدالة في القانون إلى آخر ذلك أي مدنية هذه التي تأتي إلى الخدمة المدنية فتحدث مجزرة هنا وهناك في كل الوزارات والمصالح أكثر من ثلاثين ألفا من الموظفين يسيرون إلى الشارع وهم يعولون أسرهم دون النظر في هذه الأسباب التي أدت بهؤلاء إلى الشارع القضاة الذين حكمت المحكمة بردهم إلى إلى وظائفهم ماذا يقول هؤلاء في حكم القضاء ماذا يقول وهناك آلاف مؤلفة ينتظرون حكم القضاء في العودة إلى إلى وظائفهم كل ذلك تحت شماعة إزالة تمكين الثلاثين من يونيو إزالة تمكين الإنقاذ والحقيقة أنهم يريدون وظائف شاغرة من أجل المساومة عليها لمن ينتمون إلى أحزابهم تمكين من نوع آخر لكن باسم المدنية لا باسم العسكرية هذا هذا الخدع أصبح اليوم مكشوفا واضحا فما على السودانيين إلا أن يتخلصوا من هذا الكابوس الذي يجتم على صدورهم لا بد من أن نسير مرة أخرى إلى الطريق الصحيح السودانيون ليسوا بحاجة في فترة الانتقالية إلى حكومة حزبية فضلا عن حكومة أحزاب متشاكسين متعارضين السودانيون بحاجة إلى حكومة منسجمة من كفاءات يضعون أعينهم نصب المشكلات التي تحتاج إلى حلول موضوعية من أجل استثمار إمكانيات السودان حكومة مستقلة ليست بحاجة إلى حاضنة سياسية الحكومة التي لها حاضنة سياسية هي الحكومة التي تأتي بصناديق الاقتراع هي الحكومة التي تأتي بانتخابات أما حكومة الفترة الانتقالية فإنها حكومة محايدة وهذا الذي كنا نقوله قبل سنتين منذ أن أطاحت الثورة بالنظام السابق إن الحالة الصحية في الفترة الانتقالية أن تكون ثمة حكومة محايدة بعيدة عن هرج ومرج الأحزاب وعن تشاكس وخصومات الأحزاب من أجل أن لا تكون لها معارضة شعبية فالحكومة الانتقالية ليست بحاجة إلى معارضة أما عندما تكون الحكومة الانتقالية من حزب معين فمعنى ذلك أنها ستكون لها معارضة وهذا يؤدي إلى الإرباك الإرباك السياسي في الفترة الانتقالية كل حاقل يريد مصلحة البلد يقول بهذا ولكن هؤلاء الذين يعرفون من أنفسهم مجموعة أربع طويلة يعلمون بأنهم لا نصيب لهم في هذا الشعب ويدركون بأنهم إذا جاءوا إلى صناديق الاقتراع فإنهم سيخسرون لأنه لا شعبية لهم فهي فرصة العمر كما يدعون كما يرون فرصة لا تتكرر من أجل البقاء في السلطة من أجل تكريس هيمنتهم وفرض أيدلوجيتهم ولكن خابوا وخسروا فشعب السودان أكرم وأعز من أن يخنع وأن يخدع بمثل هذه الترهات أو بمثل هذه الشعارات أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يبلغنا الخير وأن يصرف عنا أهل الخداع وأهل الشر وأهل النفاق أقول هذا القول وأستغفر الله فيا فوز المستغفرين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أحبة الخير حق علينا إزاء تحرك الشارع السوداني من أجل المطالبة بحقوقه وإنصافه ومن أجل حريته أن نكون عيبة نصح فإن الله يسألنا عن ذلك النصيحة الأولى إلى شباب في الثورة اتقوا الله تعالى في هذه الثورة واجعلوا الله تعالى نصب أعينكم والإسلام شعاركم الأول فإنه لا فلاح ولا نجاح ولا خير فينا إن لم يكن دين الله تعالى هو الأهم وهو المقدم عندنا ثانيا لا ينبغي أن نخدع بهؤلاء الذين يريدون البقاء في السلطة باسم المدنية وسبيل التخلص منهم هو حل هذه الحكومة والتخلص منها والإصرار على حكومة كفاءات مستقلة وليس الطريق في ذلك هو الإبقاء عليها وليس السبيل إلى ذلك هو محاولة ترقيعها وأقول لبعض هؤلاء الذين ينفرون من العسكر ويخافون من خدع العسكر لا تكونوا كالمستجير من الرمضاء بالنار فبعض هؤلاء لأنهم لا يريدون استبداد العسكر يستبدلون بمن هو أنكى منهم وبمن هو أشد منهم وهذا ليس من العقل ولا من الدين في شيء فإن الإنسان إذا حاز إلى فئة فينبغي أن تكون هذه الفئة أهون في الشر على الأقل من الفئة الأخرى إن لم تكن هي الأخير والأفضل رسالة إلى هؤلاء الثوار أن يتقوا الله تعالى في هذا البلد وأن يمضوا بهذه الثورة إلى المنصة الصحيحة في إبعاد كل الأحزاب السياسية عن الفترة الانتقالية وبالدعوة إلى انتخابات مبكرة من أجل أن نتخلص من خطر يهدد السودان في احتراب أو حرب أهلية أو خصومة رسالة إلى العسكر أن يتقوا الله تعالى في أهل هذا البلد ولهم أسوة حسنة في سوار الدهب الذي كان ذهبا على اسمه عندما جاء إثر نميري فرد الأمر إلى الشعب وملتفت إلى ضجيج الأحزاب ولا إلى هرجهم ومرجهم وإنما التفت إلى الطريق الصحيح لأنه لا يصح إلا الصحيح فأقام حكومة مستقلة وأسس لانتخابات حرة هذه الانتخابات الحرة جاءت بأحزاب وكل وجد مكانه في حكم السودان آنذاك فلكم أسوة حسنة فلا تفسد هذه الأسوة فالسبيل هو رد الأمر إلى هذا الشعب والرد الأمر إلى هذا الشعب هو أن نتخلص من ضياع العمر ونتخلص من ضياع الزمن من هذه الدوامة وأن نسير إلى الخط إلى الطريق الصحيح لقد رأيتم اليوم وقرأيتم بالأمس الدعوات الشعب السوداني إلى حكومة مستقلة إلى حكومة كفاءات فلماذا هذا التردد والأمر في أيديكم لماذا تترددون هل تريدون أنتم أيضا أن تحكموا وأن تتكالبوا على السلطة مع أي فئة كانت تتشاركون معها ليس هذا هو الطريق الذي يؤدي إلى استقرار السودان إن الطريق الذي يؤدي إلى استقرار السودان هو حل هذه الحكومة الحزبية والتخلص من تشاكسات هذه الأحزاب وإلا فإن المغبة هذا التفرج وهذا الضياع للعمر يعني مغبة ذلك مغبة وخيمة على أهل السودان وقد رأيتم المحاولة الانقلابية التي كانت في الجيش جيش وكادت أن تعصف بالجيش لولا أن الله تبارك وتعالى سلم فهل ننتظر فاجعة أو فتنة أو تشضيا أو تفرقا بين الناس إننا بحاجة أن نضع أنفسنا جميعا في الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى التآم هذا الشعب وإلى وحدة هذه الأمة من أجل خيرها أسأل الله تعالى أن يعجل بذلك برحمة من عنده اللهم أنزل على أهل السودان رحمة من عندك تجمع بها شملهم وتلم بها شعثهم وتصرف بها عنهم كل سوء يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم إنا ضعفاء فقونا أقوياء بك فأعزنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضال إلا هديته ولا مريض إلا شفيته ولا عدوا متربصا بنا وبالمسلمين إلا هزمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مرابط إلا ثبته ولا داعية إلا الحق إلا نصرته ولا باطلا إلا هزمته ولا حقا إلا أعليته اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونوّر قلوبنا وقبورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين اللهم ثبت أقدام المرابطين يا أرحم الراحمين اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم ارزقنا فيه صلاة فاتحين منتصرين يا رب العالمين اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين